ازاي ايه المعايير اللي انتبقها عاش تبقى الوحدة سليم بص حضرتك الوحدة لازم عاش تبقى في وحدة سليم ما ايمانية لازم يبقى عندي كم حاجة مفروض نعمل اول حاجة اننا الاطراف اللي جاي عايزة تبتحد دي المفروض ان اول حاجة ان في النية منعقدة اننا عاوزة نبقى واحد ده اول حاجة ولا انا جاي اعمل شو انا جايين نقعد ونبسط ونفرح ونصلي ونمشي الصلاة كل واحد نوزع وكده ولا جاي في النية منعقدة انا عاوزة فعلا نبقى واحد احنا جسد المسيح ما يتشرزم ما فيش شرزمة لازم كلنا نبقى فعلا جسد المسيح الواحد ده رقم واحد يبقى فيه عند النية منعقدة مبيتة اننا جاي اخد خطوة النهاردة يعني احنا النهاردة نعقدنا مثلا انجلس انا جاي النهاردة ايه اللي انا استفدت النهاردة عام زي انا روحت الكنيسة النهاردة انا جت استفدت ايه انا قابلت ربنا فعلا طب أنا وإفتصلت واسمعني طب أنا حسيت بيه ولا محسيتش بيه أنا جيت مع أخواتي النهار ده كنسيتنا قربت من الكنيس الأخرى ولا مقربتش ده رقم واحد رقم اتنين لازم هنعقد الزاوي بأيمان واحد إلا ما يكون مرجعيتي الكتاب المقدس رقم واحد تاني حاجة الأساس اللاهوتي اللي موجود اللي موجود والأساس اللاهوتي مش أنا بقى مش أنا هختري حاجة النهار ده والآيات دي مش هفسرها النهار ده لا الكنيسة الأولى مشت عليها ازاي لازم أشوف الكنيسة الأولى طبعا كان كل العالم ماشي كده القرون الأولى اه كنيسة الأولى لقى ما قبل الانقسام لو بعد المسيح على طول دي الكنيسة الأولى بعد كده كنيسة القرون الأولى بقى لقرن الثاني والثاني والرابع والآخره إنهم إزاي فهموا الآيات الكتابية دي اللي أنت حضرك ممكن تفسرها النهار ده بدماغك لوحدك وتطلع بها بقى من مجموعة الواحد عشان جاء كنيستنا أبائية يعني ماشي على تفسير الأبائي الأولين يبقى أنا تفسير عندي كتابي لهوتي اللي هو متفق عليه مش اختراع النهار ده ده اللي مشت عليه زي ما بقولت اللي هو العريس في سفر النشيد للأنشاد إن لم تعرفي أيوتها الجميلة في النساء فخرجي على أثار الغنم يعني خروجي على اللي مشه قبل منك فأنت توصلي في الطريق يبقى كان فيه راعي ماشي وفيه راعية ماشية وراه فأنا أكمل لكن النهاردة ما جيش أبتدع حاجة ثالث حاجة إن أنا أجي بروح التواضع أنا مش جاي إن أنا إحنا أنا جاي في الأسوف أو أنا جاي حكيم أو أنا جاي متعلم وإحنا متقدمين في العلم زيادة فهنا جايين نجبر اللي قدام مننا لا خالص أنا جاي متواضع ده السيد المسيح قال لك تعلموا مني لأن الكلمة الوحيدة اللي قالها المسيح تعلموا مني فيها قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع قلب فتجدوا راحة لنفسكم يبقى أنا أول حاجة أم أعود مع أخواتي أو الكنيس الأخرى أكون متواضع أنا لو كبير الكبير ده المسيح اللي قبرني بمحبته والكبير اللي هو بيبقى خادم واسمع كله هكذا اللي بعد كده الصلاة بقى أنا بصلي فعلا أنا طالب روح الله يوحدنا روح الله الساكن فينا كلنا أقول لك أما تعلموا أنكم هيكل الله ويقولش أنتم هيكل الله ده خلانا كلنا هيكل الله وروح الله ساكن فيكم يبقى أنا هنا لما بصلي بالروح وبصلي للقاب السماوي نوع يوحدنا هل بالفعل ده موجود ولا مش موجود في آخر عنصر ومن أهم العناصر إننا المحبة موجودة ولا مش موجودة مع الحاجة دي كلها المحبة اللي بتربطنا طيب لو اختلفنا النهاردة أنا فاتح الباب ولا مش فاتح الباب يعني حاجة معينة حاولنا نقرب منها في نقطة معينة مختلفين فيها طب أواري بالباب نول طب مدام ما وصلناش لها أجل النقطة دي شوية مثلا نأجلها ندرس فيها أكتر ونأجل ونرجع اللي قابلينا مشيه إزاي وما تجرحش المحبة زي ما حياتك بتوك وما اكسرش المحبة ولا أجرحها فدي من نقطة اللي المفروض تكون موجودة باستمرار على ترابيزة الحوار أو قبل ما ناجي لازم يكون مصلي جل النية أو الدافع اللي أنا جاي وأصلي أنا فعلا عاوز أتوحد ولا أنا فعلا جاي كبير كنستي وخلاص يعني أنا كبير المجموعة اللي بياديرها وخلاص وفرحان اللي أنا اللي هي تمثيل وهنا الأخبار بتغطي والسوشيال ميديا في العالم كله والصحف بتغطي وأنا مبسوط بالشهد ولا لا ولا أنا جاي فعلا عاوز إن أنا جسد المسيحي يتلم يكون واحد مع بعض ترجمة نانسي قنقر